السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم في قناة لتعليم الفرنسية من البداية الى الاحتراف حصة اليوم خاصة بتعليم قراءة نص بالفرنسية خطوة بخطوة اذا لازلنا في القصة بعنوان لغسون كغامال او باي دي زاباي الان الجزء الاخير من هذه القصة في الاول سوف اقرأ لكم هذا الجزء الذي سيتم دراسته ثم بعد ذلك يمكنكم طبعا ان تتعرفوا على مستوى الفرنسي لديكم هل تعرفتم على المعنى باكمله ام لا لانني لن اشرحه في البداية سوف فقط اقرأه حتى تتعرفون على المقطع الذي سوف ندرسه ثم في الاخير سوف نقرأه خطوة بخطوة وننهي بشرح هذا الجزء اذا نبدأ على بركة الله اذا قلنا القصة هي لغسون كغامال او باي دي زاباي الدبدوب كرامال في بلاد النحل وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته اذا كما قلت لكم في البداية سوف لن اشرح الجزء سوف اترككم تتعرفون على مستوى الفرنسي لديكم ثم في الاخير بعد أن ندرسه هذا الجزء سوف نشرحه جزء سوف نقرأه خطوة دائما تتعرفون على مستوى الفرنسي لديكم دائما تتعرفون على مستوى الفرنسي لديكم دائما تتعرفون على مستوى الفرنسي لديكم cualesها السلام مستوى الفرنسي لديكم Se priver d'en manger, n'est-ce pas ? C'est si délicieux. Se priver d'en manger, n'est-ce pas ? C'est si délicieux. Conclut gracieuse en se léchant les babines. Conclut gracieuse en se léchant les babines. إذن الآن سوف نقوم بدراستي هذا الجزء. إذن تبهوا معي حتى نقصم هذا لكي نقرأ ببطء لمن يريد أن يستفيد من القراءة. La prochaine fois De déguster ce fabuleux nectar Donc La prochaine fois Que Tu viendras Prends Le temps De déguster Ce fabuleux Nectar Donc Donc Laحدوا معي هناك يعني قواعد كثيرة Sauf أن نبدأ شيئا فشيئا Laحدوا معي le E في l'akhir هنا Que Laحدوا هنا Prochain إذن هنا E في l'akhir لا ننطقها يعني لا نقول Prochain نقول فقط Prochain إذن E لا تنطق هنا Que ننطق في l'akhir E Que هنا أيضا Le ننطق E Le ثم De ثم س إذن لاحظوا أن هذه الكلمة E في l'akhir لم تنطق ولكن في هذه الكلمة Que Le De س نطقت إذن لماذا سوف نتعرف أن دائما أخذ يعني بالاحتياط أن يوجد معنا متتبعون جدد لأن يعني القدامة يعرفون ذلك جيدا نعم هناك من المتابعين من قال صوت واحد طبعا هذا من المتابعين يعني الأوفياء إذن قلنا أن متى ننطق E في l'akhir ومتى لا ينطق إذن جميع Le voyel جميع الحروف المتحركة Le voyel هي هذه التي ترونها أمامكم يعني A E I O U Y إذن هذه الحروف المتحركة إذا جاءت آخر الكلمة تنطق إذا جاءت آخر الكلمة تنطق مع هذا حرف واحد وهو ل'E إذن ل'E ينطق في حالات ولا ينطق في حالات متى ينطق ينطق إذا كان يكون لنا صوتا واحدا فقط صوتا تسمعون صوتا واحدا فقط مثلا د ن س س م ك إذن نسمع صوت واحد عندما تسمعون صوت واحد في الكلمة في هذه الحالة ينطق أما أكثر من صوت فهوة لا ينطق الإداليكة فهوة لا ينطق في ونطق في لماذا؟ لماذا حروف تنطق في الأخير وحروف لا تنطق في الأخير؟ بكل بساطة هناك أيضا قاعدة إلا أنها ليست عامة ولكن كما أقول لكم دائما تساعد بشكل كبير الآن تعرفنا على الآن يعني الحروف الساكنة نعم هنا كما يجيب في التعليق يقول هذا أيضا من المتابعين الأوفية لأنهم يعرفون ذلك بشكل جيد إذن قلنا ما هي هل هي كنسون؟ هل هي كنسون؟ هل هي كنسون؟ c d f g h j k l m n p q r s t v w x y هنا خطأ إذن y ليست كنسون ثم z إذن هذه الحروف كما ترون هي الحروف الساكنة التي لا توجد معها الحروف المتحركة طبعا الحروف المتحركة هي التي تحرك لنا الحرف وهي التي نسميها بحروف المتحركة voil إذن هذه الحروف الساكنة إذا جاءت آخر الكلمة لا تنطق عكس levoil levoil قلنا إذا جاءت آخر الكلمة تنطق أما lecon son إذا جاءت آخر الكلمة لا تنطق دكار مع ذا حروف أربعة وهي المكتوبة بالأخضر هنا c f l r إذا جاءت آخر الكلمة تنطق إذا جاءت آخر كلمة تنطق وحتى تتذكرها بشكل جيد جمعناها في كلمة سسمى فركل فخكل أو فركلا المهم على حسب اللهجة التي تفضلونها فركلا أو فركل إذن هذه الكلمة أو هذه الحروف في هذه الكلمة هي التي تنطق إذا جاءت آخر الكلمة طبعا هناك بعض الاستثناءات في الفرنسيا مثلا هنا بلون أبيض السف الأخير لا ينطق مع أنه ضمن حروف غكل هذه الاستثناءات ليست كثيرة لذلك قلت لكم هذه القاعدة تساعد بشكل كبير لكنها ليست عامة لأن هناك استثناءات وهذه الاستثناءات تتعرفون عليها يعني بالتعود عند قراءة الفرنسية نعود إلى النص قلنا نعم هذا هو المقطع الذي بدأنا به نعم هذا هو المقطع الذي بدأنا به إذن فقط نسيت يعني لم أكن مركزا سوف نعود إلى المكان الذي كنا فيه نعم إذن قلنا كما ترون بالأحمر هنا hay الفرر الحرف اغ يعني هنا قرأة خ هنا ديجسته هنا لم ينتق هنا لماذا لم ينتق لأنه كونا مع حرف آخر الذي هو ا صوت آخر مستقل يسمى اي لذلك الاغ أصلا لم ينتق لأنه أصبح صوت صوت مستقل بداية ثم هنا الاغ في الاخير نطيقة نطيقة غ يعني كالصوت غ إذن كما تلاحظون في بعض الأحيان الحرف اغ ينتق كالخ في العربية يعني خ وينتق في بعض الأحيان كغ الغ يعني غ الغين نقول فيندغا نقول نكتاغ إذن متى ينطق خ ومتى ينطق غ ينطق كحرف الخ في العربية إذا جاء مسبوقا بأحد هذه الحروف الأربعة التي ترون أمامكم يعني س ت هناك من يجيب في التعاليق يعرف القاعدة لأنه من متابعي الأوفياء إذن هنا لاحظوا إذا سبقه أحد هذه الحروف الأربعة فينطق كحرف الخ في العربية يعني نقول كخ تخ فخ بخ داكو ينطق كحرف الخ في العربية نجمع هذه الكلمة أو هذه الحروف الأربعة في كلمة حتى لا تنسوها هي كتف بي أو كتيف بي إذن هذه هي الحروف التي إذا سبقت أغ ينطق كحرف الخ في العربية باقي الحالات كلها ينطق كحرف غ كحرف الغين داكو إذن نكمل قلنا إذن الآن سوف نشرح هذا الجزء يعني في المرة القادمة كتو فيندغا في المرة القادمة التي ستأتي فيها prend le temps خد الوقت الكافي de dégusté لتضوق لتضوق ce fabuleux نكتاغ لتتضوق هذا الشراب الرائع fabuleux رائع نكتاغ الشراب داكو يعني شراب العسل نعم طبعا لمن تبع معي القصة يعرفوا أننا نتحدث عن العسل خار كم 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 إذن سوف نقسمها حتى يعني تقرأوها بشكل جيد خار كم 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 Chose Dans La Vie Si Tu Ne C'est Pas On Mon J'ai A Vec Mais Du R Avec Mesure Car Comme Pour Toute Chose Dans La Vie Si Tu Ne Sais Pas En Manger Avec Mesure Donc Lâchido Mai Huna L'harif Maksoub Bil Ahmar Toute Etan Huna As Lam Yuntak Chose Huna Le As Notiqa Kha Harf Z Z Kha Harf Z Huna Le As Lam Yuntak Fil Akhir Huna Le As Lam Yuntak Fil Akhir Huna Kman Kataba Fil Taliq I E N Khaifayun Yuntakou Yen Yuntakou Yen Dacord Donc Kulna As Fil Akhir La Yuntak Huna Le As Notiqa S Khaarf Sin Si Nafs Che Huna Si Notiqa Khaarf Sin Pa Le As Fil Akhir Lam Yuntak Thum Mazure Huna Le As Nautiqa Khaarf Z Z Dacord إذن لماذا As قلنا لا ينطق في الأخير هذه تعرفنا عليها إذن قلنا لأن As ليس ضمن حروف Farkal أو حروف Farkala يعني F R C L إذن بما أنه ليس ضمن هذه الحروف فهو لا ينطق أخير الكلمة الآن لماذا ينطق في بعض الأحيان ك-Z ولماذا في بعض الأحيان ينطق ك-S إذن هذا ما سنتعرف عليه الآن بالنسبة لحرف S له يعني نطق ينطق كحرف Z في العربية أو كحرف Z في الفرنسية Z وينطق كحرف S إذن متى ينطق كحرف Z ينطق كحرف Z في حالتين في الفرنسية حالتين الحالة الأولى الحالة الأولى هي عندما يأتي محصورا بين 2 يعني يأتي مسبوقا ب ومتبوعا ب إذن كما في سغيز قبله يعني حرف متحرك وبعده أو أيضا مازون لاحظوا لأس هنا قبله بعده إذن عندما يأتي قبله وبعده يأتي محصورا بين دو في هذه الحالة ينطق كحرف Z كحرف Z نقول سغيز سغيز يعني حب الملوك يعني الكارز مازن تعني منزل الحالة الثانية التي ينطق فيها Z يعني عند ربط عند الربط مثلا الكلمة تكون منتهية في الأخير ب S وهذا S طبعا يكون غير منطق لأن S في الأخير لا ينطق والكلمة التي تأتي بعدها مباشرة تبدأ ب عندما نكون في هذه الحالة نقوم ب يعني الربط آخر حرف في الكلمة الأولى بأول حرف في الكلمة الثانية وفي هذه الحالة S ينطق Z نعم محسن شرح لزنفون قال هو لأطفال نعم لزنفون تعني الأطفال دونك هنا لزنفون لاحظوا لزنفون وإنما لزنفون Z لزنفون الحالات الأخرى المتبقية كلها تقرأ فيها كحرف سين يعني يكفي فقط أن تتعرف على هاتين الحالتين لكي تتعرف كيف تنطقون لأس إذن في هاتين الحالتين ينطق كزاي جميع الحالات الأخرى المتبقية كلها ينطق فيها كحرف السين إذن نكمل قلنا كار لأنه أو لأن كام بور كام بور كام كام هو الحال معا كام هو الحال معا toute chose كام هو الحال معا كل الأشياء في الحياة كار لأنه كام لأنه كام 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 Mah كام ثل لأنه كام 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 Toujours هنا le R نطقنه لأنه دمناح وحروب فركل بينما le S لمنطقه لأنه ليس دمناح وحروب فركل Toujours rapidement نفس شيء لتلا ينطق لأنه ليس دمناح وحروب فركل لسي pourtant لتلا ينطق il sera bien dommage 2 2 إذن شرحنا هذا المقطع الان سوفنا مر للمقطع الثاني سيطر وحروب فركل سيطر وحروب فركل نسترق سيطر وحروب فركل نسترق سيطر وحروب فركل إذن فقط سوف نربطه مع المعنى الذي رأيناه من قبل حتى نفهم جيدا سوف نربطه مع المعنى Applause إذن نقصم الآن هذا الجزء يسهل عليكم القراءة نقول نسي سي دي لس يه سي دي لس يه سي دي لس يه سي دي لس يه لاحظوا هنا لأ نطيق في الاخير لأنه يكون صوت واحد فقط سي دي لس يه هنا لأر نطيق خ لأنه جاء مسبوقا بأحد الحروف التي قلنا عليها كتف بي إذن جاء مسبوقا ببه لذلك نطيق خ دي لس يه دون مانجي دون مانجي نس با نس با نس با نس با لس في الاخير ليون تقلي أنه ليس دمنا حروفاقل سي ديليسيو سي ديليسيو كنكلو غراسيوز ان سلشان لبابين كنكلو غراسيوز يعني ختمت غراسيوز غراسيوز هو فقط اسم هذه التعلوبة أو التعلبة يعني مهم تعلبة إذن اسمها غراسيوز يعني ختمت يعني ختمت حديثها أو أنهت حديثها ان سلشان لبابين يعني وهي تلعق ان سلشان وهي تلعق لبابين شفتيها وهي تلعق شفتين سوف نشرح الآن أو نقصم هذا الجزء كن ك ل كنكلو غراسيوز ان سلشان لبابين لبابين كنكلو كنكلو غراسيوز غراسيوز ان سلشان سلشان لبابين لبابين كنكلو تفل أخير لبابين غراسيوز اس نتقى ز لأنه دمنا أو جاء محصورا بين دو ويال ان سلشان لبابين 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 كنكلو غراسيوز هنا لس نتقى س هنا لس نتقى ش إذن لماذا في بعض الأحيان ينطقوا س لماذا ينطقوا ك لماذا ينطقوا ش بالنسبة للش عندما يكونوا س مع أش عندما يأتي بعده أش مباشرة فهو يكون لنا صوت جديد يسمى ش وفي بعض الأحيان ينطقوا ك دكار وهنا نطق ك وهنا نطق ك سوف نرى لماذا ثم لماذا ننطقه في بعض الأحيان س إذن انتبهوا معي بالنسبة لي س ينطقوا على ثلاث أشكال إما ينطقوا كحرف س في العربية أو ينطقوا كحرف ش في العربية أو ينطقوا كحرف الكاف في العربية إذن متى ينطقوا كحرف س في العربية ينطقوا كحرف س في العربية إذا جاء متبوعا إما ب E I إذن إذا جاء متبوعا بE ينطق س إذا جاء متبوعا بE ينطق س إذا جاء متبوعا بY ينطق س الآن إذا جاء متبوعا بH ينطق ش وفي بعض الأحيان ينطق ك مثلا أوركستر فرقة موسيقية أوركستر ننطقه ك جميع الحالات المتبقية الأخرى كلها ينطق فيها كحرف الكاف إذن يكفي أن تعرفون هذه الحالات لكي تتعرفوا على الحالات التي ينطق فيها ك إذن ينطق ك جميع الحالات المتبقية سواء إذا جاء معزولا أو إذا جاء آخر الكلمة أو إذا جاء متبوعا بالحرف المتحركة البقية يعني A O U المهم جميع الحالات المتبقية كلها ينطق فيها ك يكفي أن تتعرفون على هذه الحالات فقط أما باقي الحالات كلها فهو ينطق كحرف ك إذن إلى هنا تنتهي حلقة اليوم لا تنسوني من صالح الدعاء وإلى حلقة أخرى بإذن الله تعالى ترجمة نانسي قنقر